اشتركوا في القناة قلتها من قبل الحلقة مهما كانت نتيجة اللقاء دي الكلاسيكو بالجيش والراجة حتى شي حاجة ما غادي تتبدل وخوكا كان الراجة ربحات وللجيش ربحات الشيء الاكيد على ان السيراء على لقب البطولة المغربية غادي بقى محتدم لغاية اخر الضوارات صراحة كلقاء لم يرقى لمستوى التطلعات انتظرنا الشيء الكثير من هذا اللقاء خصوصا على انه تيجمع بين الفريقين تتعتبروا الأفضل هذا الموسم بلغة الأرقام والإحصائيات الجيش الملكي أقوى هجوم والرجاء الرياضي أقوى دفاع الرجاء الرياضي من بعد لقاء اليوم تستمر أو يستمر سجل لهزيمة الرجاء الرياضي من بعد مرور 17 الجولة لم يتلقى اي هزيمة وتنظر على الناد المسألة مشي سهلة باش تلعب 17 المقابلة وما تخسر حتى شي لقاء مسألة تحسب للمدرب وكذلك للعبين الجيش الملكي لم يستفيد في لقاء اليوم من عامل الأرض وعامل الجمهور يعني الجيش الملكي تنظر على أنه في لقاء اليوم لعب بطريقة متحفظة الجيش الملكي يعني ما ترجمش يعني ذك الشيء اللي كان كنت أدرون منه الجمهور يعني لما نقول الجيش الملكي هو أقوى هجوم وفي لقاء دياليوم الجيش الملكي تسديد واحدة مؤطرة طوال 90 دقيقة يعني تسديد واحدة مؤطرة الجيش الملكي وثلاثة ديالتسديدات لفريق الرجاء الرياضي من حيث الأرقام والإحصائيات يعني كانت الأرقام جد متقاربة إذا بغينا نلقى عنوان للقاء البودلاء ديال الجيش الملكي داروا الفرق والبودلاء ديال الرجاء الرياضي ضيعوا على الرجاء فرصة لقتل اللقاء البودلاء ديال الجيش الملكي اللي يدخلوا كان عندهم واحدة دور في تحقيق الهدف ديال أو في الرجوع في اللقاء والتعادل شفنا الأسيس ديال أجراي والهدف ديال لاعب طومي صونغ طومي صونغ في أول لقاء دخل في الشبط الثاني دقائق كي يتمكن من تعديل النتيجة وشفنا البودلاء ديال فريق الرجاء الرياضي أضاعوا فرصة ذهبية لقتل اللقاء وتسجيل الهدف الثاني وكنت حدث على اللعب موهوب اللعب موهوب كان بإمكانه يحسم اللقاء لصالح الرجاء الرياضي الفرصة اللي ضيعها والقاعدة المعروفة في الكرة اللي ضيع يستقبل لما تكون تتواجه فرق كبير من قيمة الجيش الملكي وجيك فرصة باش تقتل اللقاء وما تستغلاش أكيد على أن الكرة غد يتعاقبك وهاتش اللي شفناه من بعد سوء تغطية في الدفاع دي الرجاء استغلوا لعب آجراي بتمريرة جميلة واللعب طومي صونغ اللي يدخل في العمق وتمكن من تسجيل الهدف دي التعادل للجيش الملكي يعني يمكننا نقول على أن الرجاء الرياضي حتى هو في اللقاء اليوم ما استغلش الحالة المتوسطة اللي يظهر بها الجيش الملكي يعني الجيش ملكي في اللقاء اليوم صراحة لم يقدم الشيء الكثير وتنظن على أن الجيش الملكي في اللقاء اليوم كان عليه ضغط كيستقبل اللقاء في الملعب دياله يعني بمدينة القريطرة أمام الجمهور دياله كان هو مطالب باش يحقق الانتصار باش يفك الشراكة مع فريق الرجاء الرياضي ولكن هذا الأمر لم يتحقق الرجاء الرياضي شفناه في بداية الشوط التاني استغل الكرة تابتة خطأ في إبعاد الكرة من لعب إيغامان ليسجل بطريقة غريبة في المرمى دياله ومن بعد ذلك بدأوا تغييرات شفنا خروج على اللاعب الزرهوني وهذا التغيير يطرح بعد علامة الاستفام شنو السبب في تغيير الزرهوني كنا نعرفوا أن الزرهوني على الأقل تيلعب 80 دقيقة دخول اللاعب موهوب أي واحد تنتقد المدرب أي واحد تنتقد المدرب غادي نقول له لو اللاعب موهوب سجل الهدف وسجل الفرصة التي أتيحك له حتى شي حاجة من هذا الزرمى ما كانت غدقان لو أن موهوب سجل على الكورة كان هذه المسألة سيتحسب المدرب لما موهوب ضيع الكورة مسألة تقلبات على المدرب علش تخل اللاعب موهوب شيء لأكيد على أن موهوب بالتمن وبالقيمة الصفقة اللي يجي للراجع تقريبا 300 مليون عليه واحد التغط كبير لما تتجيل فرع كبير من قيمة الراجع الرياضي اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة داخل وخارج المدرب أكيد على أن الأمور تتكون مختلفة اللاعب خصوصا على أن اللاعب ابن من أبناء الراجع الرياضي يعني هذه المسألة يمكن أن نقول على أنها تزيد شوية ديلة الضغط موهوب لغاية الآن ما زال ما قدمش الإضافة ولكن ولكن ما يمكن لكش أيضا تقتل اللاعب ما يمكن لكش الانتقاد معقول في الكورة نتعقد اللاعب ولكن الانتقاد سيكون طريقة مقبولة بدون سب وبدون شتم لأن لاعب ديالك هذا وغادي تحتاجه ما زال البطولة طويلة البطولة ما زال طويلة ما زال 13 الماتش وهذا اللاعب يمكن توقف عليه من بعد يمكن يتصاب لك لاعبين آخرين وتحتاجه أيها نتاقده واللاعب تهو سيتقبل النقد ومن ذلك النقد سيشتغل على راسه خصوصا فيما يخص إنهاء الهجمات شفناها في اللقاء اليوم وشفناها أيضا في اللقاءات سابقة تضيع فرص ما تضيعش ولكن اللاعب أيضا محتاج للتقيقة يعني هل تبسألة خصيفة ما الجمهور سواء مع اللاعب موهوب أو مع لاعبين آخرين لأن الموسم ما زال طويل وحتى شي حاجة ما تحسمي تعادل خلى الأمور على حالها وحتى وكأن ربحة الراجة حتى شي حاجة ما غد تبدل كنتي غد تخط تتدي النقاط ديالفرق ولكن تتدي النقاط لا شي شي حاجة كبيرة أنا تنظن على أن الفريق سواء الراجة والجيش ملكي اللي غد يحافظ على التركيز ديالو اللي غد يحافظ على الحضور الدهني والبدني والفريق اللي غد يستاغل أنصاف الفرص هو الفريق الأوفر حضا لتحقيق لقب البطولة المغربية والمبكير على أننا نظره على المرشح الأول لأن الأمور لن تحسم إلا في الجوالات الأخيرة الجيش ملكي يحسبوا له على أنه في اللقاء اليوم بالرغم على أنه ما ظهرش بمستوى جيد ولكن خرج بنتيجة التعادل يعني أتل خليني نقول على أن الجيش ملكي يعني لما تشوف أقوى هجوم متسديدة واحدة في اللقاء الراجع الرياضي ما استغلش أيضا للحالة السيئة ديال الجيش ملكي تنشوف على أنه تعادل تبقى منطقي وكان منتظر إلا سوء تنقب اللقاء على التوقع ديالي كنت غادي نقول نتيجة التعادل اللي أمنى شفنا لقاء الدهب انتهى بالتعادل ولقاء الاياب انتهى بالتعادل والمستوى جد متقارب بين الطرفين ولكن ما خصوش نساو على أن كين واحد خيبة يعني خيبة عمل بالنسبة للجمهور ما شفنا شيء الكثير في هذا اللقاء لقاء كنزير بزاف لقاء الفريقين لعبوا بحضر الفريقين لعبوا على الأخطاء يعني كل واحد كنتظر على أن الطرف الآخر يخطأ وهتشي اللي ما خلناش نشوفه فورص كثيرة تحفظ يعني من الجانبين خصوصا من الجيش الملاكي يعني الجيش الملاكي كان من المنتظر على أن هو اللي يخرج ويقلب على النتيجة بحكم لأنه تستقبل اللقاء داخل الملعب دياله يعني في الأول وفي الآخر لقاء انتهى بلا غالب ولا مغلوب الأمور تبقى على حالها وتنظن على أن المنافسة على لقاء البطولة المغربية ستبقى لغاية آخر رمق غتكون عندي حلقة ونتحدد فيها على جميع اللقاءات إن شاء الله في نهاية اليوم خليوا لي الأراء ديالكم شنو السبب بالتعادل وأيضا نبغي نعرف الأراء ديالكم متوما كجمهور شنو كتتوقعوا شنو من هو المرشح الأول اللي تتويج بلقاء البطولة المغربية كان هذا كل ما يخص الحلقة دياليوم إلا أجلسكم الحلقة دعمونا بلايك وشاركوا في قناة بجدائما نسوكم وعوال باول كما معكم أريد أن يكون في قناة الفيز السلام اشتركوا في القناة